السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اهلا وسلام بكم فضل الشرح الجديد من شروحتنا لقناتكم قناة تيكنيك دي زد اندرويد دي زد طيب اعتذر اولا الصوت هذا هو تعليق لا يمكن تغيره وانا اعلق بكل عفوية اليوم سوف نقوم بشرح كيف نقوم بتحويل اموال من موقع في كيف نقوم بشحن يعني هذه الدورة دورة وايضا دورة اه سوف نقدم لكم كيف تقوم بالشحن حسبك سكرل اه لانه مهم مهم جدا حسب سكرل في عمليات الشراء لمن لا يملك بطاقة فيزا كارت خاصة خاصة لمن لا يملك بطاقة فيزا كارت اقوله هذه افضل طريقة لبدء الريسكين ولبدء اه الشراء سواء وورد بريس انشاء موقع على وورد بريس او انشاء موقع على على بلوجر طيب اه هذا حسابنا من اه من مدة لم نعمل عليه في ست فاصل خمسة وثمانين اه دولار ست فاصل خمسة وثمانين دولار في يعني هذه المواقع هي مواقع صادقة انا شخصيا اه يعني سحبت منها الكثير ندى نأتي الى مثلا نأتي الى يعني الجورنال الخاص بالسحب الخاص بنا هذه اه في الفين وسبعطاش يعني من مدة طويلة لم اعمل في هذا الموقع اه الشروحات موجودة في القناة لهذا الموقع كيف تقوم بتسجيل اذا اردأ ان تسجل لمشكلة سوف اشرح كيفية التسجيل هنا سوف اعيد الشرح وكيفية التسجيل في هذا الموقع هي طريقة سهلة وسهلة جدا اه ارجع للقناة ابحث على كلمة سوف تجد الشرح خاص بي اه في هذا الخصوص طيب هذه الدفعة ستاشن دولار هذه الدفعة اربعة وثلاثين دولار لاحظوا يعني تم الدفع لها اه هذه الدفعة تسعتاش دولار هذه الدفعة ايضا تسعتاش وثلاثين دولار هذه الدفعة اثنى عشر دولار هذه الدفعة تسعة دولار كل هذه عبارة دفعة كل هذه يعني لم يقبل الدفعة لخل المال او لخطأ ما كان موجود طيب اليوم سوف نقوم بشركة فنقوم بسحب الاموال من هذا الموقع من الموقع الى سكرل طيب ماذا يدعم في الابراود اه اذا اردت التسجيل الرابط التسجيل في هذا الموقع تتوفى تجدونه اسفل هذا الفيديو في الوصف اذا في الوصف تجد رابط تسجيل اه في موقع في الابراود انقر عليه ادخل اسم اللقب لا مشكلة اه طيب نأتي الى اولا نأتي الى طيب نأتي الى نأتي الى على حسب اللغة التي تستخدمها انت بطبيعة الحال قبل تأتي الى هنا لنأتي الى سحب الدفعات لاحظ كيف يدفع هذا الموقع يدفع الى ودافون كاش خاصة من المصريين ودافون كاش لاحظ هذه القيمة التي يدفعوها لاحظ هذا مثلا يدفع الى ايه ايه اثيريوم مثلا هذا المستخدم سحب اثيريوم مئة وتعة وثمانين دولار اثيريوم نلاحظو خمسة عشر دولار فودافون كاش فودافون كاش فليكسي ديزيد يعني عن طريق قامنا بعمل فليكسي اللي يهاتي فيه من الجزائر بيرفكت موني يدفع الى بيرفكت موني لاحن ثلاثة وتلاثين دولار لا بيرفكت موني تم الدفع الى بايبال اثنين دولار اثيريوم ثمانية دولار فليكسي جيزي اثنين دولار طيب نرجع الى الشرح كيف نقوم بوضع اه يعني هذا هو حسابنا على فيه اربع وشرين دولار اه سوف تصلنا دفعة من موقع اديومي ودفعة هذه الدفعة الخاصة في في الابلوت سوف نقوم بشرحها حالا طيب ماذا نعمل نأتي الى لاحظوا هذا بايبال يدفع الى بايبال قيمة على الاقل خمسة دولار من واحد دولار فما فوق يدفع الى بيرفكت موني يدفع الى سكرل يدفع الى واب موني يدعم البيتكوين الليتكوين اثيريوم اه اثيريوم كلاسيك الباير العدف كاش نيتلر مينموم خمسة دولار على الاقل خمسة دولار اه نيتلر يجب انت تحت تحتوي على خمسة دولار على الاقل يجب ان يكون رصيدوك خمسين دولار ودفون كاش من واحد دولار فما فوق ودفون بالانس ودفون بالانس ايضا واحد دولار فما فوق ارانج موني واحد دولار فما فوق اتصالات فود فلود فلو واحد دولار اعتقد اتصالات المغرب هذه كاش بلوس خمسة عشر دولار فما فوق فليكسي جيزي واحد دولار فما فوق اتصالات الامارات اعتقد او المغرب لست اقدر اي اتصالات هذه يقوم بعمل فليكسي اتصالات ايجيبت بوست بريد مصر يدفع الوستان يونيو خمسين دولار على الاقل موني جرام يدفع خمسين دولار على الاقل والجيري بوست يدفع على الاقل خمسة عشر دولار يجب ان تتوفر على خمسة عشر دولار يقوم بعمل اه دفع اليك الى حسابك البريدي او اه الجزائري. طيب نحن هنا سوف نختار نطلع نصعد الى اعلى من هنا اول نأتي الى ثم ثم من هنا نختار هنا نضع اه نضع حساب هنا على سكرل هيمكنك تفعيل السكوريتي لوك اه جوجل فاس هذه عبارة عن اه امان ثلاث خطوات الامان تنقر على سيف سيتينج سيف سيتينج لاختيار الدفع لاحظوا سيتينج سيف 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 لي ليتم الدفع قمنا باختيار طريقة الدفع عن طريق سكرل لما تدخل الى من جديد تجد سكرل وبريدك الالكتروني الخاص بسكرل ضروري يجب ان تدفع ان ان تعمل سكرل نأتي مثلا الى موني تونسفير او اكونت طيب تأتي الى سينت موني تأتي الى هنا طيب نأتي نأتي الى اه ماي اكاونت من ماي اكاونت تختار اه ريكويست بايوت هنا تختار ريكويست بايوت للسحب سيتة تفاصيل خمسة وثمانين دولار طيب بعد ان قمنا قد اخترنا سكرل سوف يظهر هنا لاحظوا اخر دفع قمت بها كانت اه ريجيكت هي في خمسة حدش افنس باطعش سوف اقوم بسحب دفع الى سكرل وهي قيمة ستة تفاصل خمسة وثمانين دولار نقل ريكويست يعني قمنا بدفع طلب لاحظوا هنا قمنا بدفع طلب لاستيلام ستة فاصل خمسة وثمانين دولار لاستيلام ستة فاصل خمسة وثمانين دولار الراسيد اصبح صفر صفر هذا هو يعني اه جاري الطالب سوف ننتظر حوالي يوم لاستيلام هذه الدفع وهي ستة فاصل خمسة وثمانين دولار في بنك سكرل نذهب الى بنك سكرل هذا هو بنك سكرل خاص بنا فيه اربعة وشرون دولار كما سبق وان قلنا كانت فيه دفعة يعني اه خاصة باديومي قلنا قد ارسلناها في فيديو سابق سوف تصل هذه الايام اليوم او غدا ثم سوف تصلنا اه دفعة بقيمة ستة فاصل خمسة وثمانين دولار الى بنك سكرل عن طريق هذا الموقع موقع في في الابلاود لنباشر لكم بعض الدورات الخاصة بالمواقع وبالريسكين الفين وعشرون ان شاء الله هذه هي اه الدورة قد بدأناها الان ننتظر وصول او قبول تحويل من من في الابلاود هذه القيمة الصغيرة والبسيطة جدا اه لنقدم لكم فقط شروحات خاصة كيف تقوم بي اه شاحن بنك سكرل ولماذا تقوم بشاحن بنك سكرل لستخدمه في عملية شراء اكواد سورس اه اندري ستوديو الخاصة باندري ستوديو او بالتطبيقات وكذلك القوالب الخاصة ببلوجر او خواصة الخاصة بورد بريس اه اذا كنت لا تمتلك خاصة اذا كنت لا تمتلك بطاقة فيزا كارد او ماستر كارد لاشياء فانتك فانك يمكنك تمويل نفسك بهذه الطريقة يمكنك ان تنطرق اه الحسابات يعني يعني اه من خلال بنك سكرل يمكنك شحنه عن طريق موقع في الابلاود يمكنك شحنه عن طريق موقع اديومي اشتغل على اديومي واشتغل على في ابلاود اه عليك ان تصبر قليلا لانك اذا انطلقت من السفر فهذه هي الطريقة طريقة مجانية اذا لا تمتلك اي موارد لا تمتلك اي رأس مال فهذه افضل طريقة اعمل وضع رأسك اه في مخيلة هذه هذا العالم قم برفع تطبيقات او اي شيء على اه هذا الموقع في الابلاود وسوف يعطيك رابط ذلك الرابط قم بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي وسوف تربح على كل تحميلة لتلك الرابط سوف تربح مقدار صغير وسغير جدا من الدولارات تجمعها تجمعها في نهاية الشهر قد تجمع عشرة دولار وقد تجمع خمسين دولار وقد تجمع مئة دولار انت فقط هذا يتوقف على عملك وهذا افضل طريقة لشحن بنك سكريل اركز على بنك سكريل لماذا لانك سوف يمكنك من خلاله الشراء العديد من الامور من تام فورست فهو يدعم الشراء عن طريق بنك سكريل ونواصل اه لاحظوا بتاريخ منتاش جونزي الفين وعشرين كنا قمنا ب اه ارسال الدفعة قيمتها ستة فاصل خمسة وثمانين دولار اه كان المكتوب هنا يعني في الانتظار الدفع اه تم اه هنا تم الدفع هذه القيمة قيمة ستة فاصل خمسة وثمانين دولار الى بنك سكريل اه بنجاح نذهب الى بنك سكريل نذهب الى الترونزاكسيو نختار الترونزاكسيو يعني لاحظوا هذه القيمة ستة فاصل خمسة وثمانين تم اه دفعها بتاريخ تسعتاش فبري الفين وعشرين اكسيفت ستة فاصل خمسة وثمانون اه دولار يعني من ردوان من طرف ردوان الدبدوبي يعني هذا هو المسؤول على الدفع الاموال بتاريخ تسعتاش فبري الفين وعشرين تم دفع ستة فاصل خمسة وثمانين دولار ولما نذهب الى في الابلاود هذه القيمة ستة فاصل خمسة وثمانون دولار تم وضع الطلب بتاريخ ثمانتاش جون في الفين وعشرين الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح انتظرنا في الشروحات القادمة لا تنسوا بالنقر على سبسكيب القناة امتوا في العائة الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة